لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا عزيزي المشاهدين برحب بيكم في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل وحلقة تظهر ده عنوانها ابن حجر يتهم الرسول وجبريل بتأليف الكرآن واحنا شفنا في الحلقة اللي فاتت ان الله اخرص وكلامه كلام نفسي مش بتكلم بكلام حقيقي بصوته حرفي يعني وكلامه قديم ومش بتكلم حتى بما شئته وقردته ده ده بتكلم غصبا عنه وكل كلامه بمعنى واحد وتابعوني في الحلقة النهاردة هنشوف ان الكلام ده خطير جدا وبيطعم في مصدقية القرآن فاول مرجع هنروح له سحي البخاري كتاب تفسير القرآن سورة مريم كافها يا عين صد باب وما تنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا ابن حجر بيقول لنا ايه؟ ابن حجر بيقول وحكى ابن التين للدوودي في هذا الموضع كلاما فيه استشكال نزول الوحي في القضايا الحادثة مع أن القرآن قديم كلام ده خطير وعشان نفهمه يعني ايه كلام القرآن قديم نروح لتعليق الشيخ البراك بيقول ايه؟ الشيخ البراك رح قال كلام الله معنى نفسي واحد قديم ومعنى ذلك انه لا تتعلق به المشيئة ولا بداية لشيء منه فهذا القرآن المسموع المثل عبارة عن ذلك المعنى النفسي فإن قالوا القرآن قديم فأنهم يريدون ذلك المعنى يعني هم أول ما يقولوا كلام القرآن القديم يبقى معنى ايه؟ معنى واحد وكمان كلام نفسي وبعدين الشيخ البراك بيكمل ويقول وهذا مسهب باطل لأنه مقتضى أن القرآن المحفوظ في الصدور المكتوب في المصاحف ليس كلام الله حقيقة وده حاجة خطيرة جدا خلينا نشوف كمان يعني ايه كلام ده يعني ابن حجر مش بيؤمن أن القرآن هو كلام الله حقيقة ما ليعني كلام مين يعني القرآن ده دلوقتي هيكون كلام مين لو مش كلام الله حقيقة يعني شرح حقيدة السلف أصحاب الحديث للراجح بيقول وقالوا إن الله لم يتكلم بحرف ولا صوت ولا يسمع جبريل من الله حرفا ولا صوتا ولكن يضطر اضطرارا جبريلا ففهم المعنى القائم بنفسه يعني ايه يعني طبعا لأن ربنا مش بيتكلم فطب الجبريل هيفهم ازاي يعني جبريل بيضطر اضطرار زي كده ما حاجة تخصبه إنه يتكلم بنيابة عن الله الأخرص وفي نفس المرجع يقول كده واجعل والله ولا يازب الله كالأخرص لا يتكلم والكلام قائم بنفسه ولا يستطيع أن يتكلم به نعوذ بالله ليس بحرف ولا صوت ولا يتكلم بقدرته ما شئته طبعا هنا يعني إيه يعني جبريل مش هيسمع حاجة لأن ربنا أخرص فأكيد في طريقة تانية غير السماعة هنشوف كده شرح كده بالإبانة في إصول الديانة بيقولنا إيه إن الله عز وجل يطلع جبريل عليه السلام على هذا الكلام النفسي فيعرفه جبريل فإذا عبر عنه بالإبرانية كان طورا وإذا عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا وإذا عبر عنه بالعربية كان كرآنا وهذا يعني في النهاية الأمر أن الكرآن هذا كلام جبريل وليس كلام الله عز وجل يعني إيه كلام ده يعني الله كده يقول جبريل تعال أنا هطلعك على الكلام النفسي اللي جوايا وانت بقى تعبر براحتك بالطريقة اللي انت تعجبك مرة بالعبريية مرة بالعربية مرة بالسريانية على كلام هم طيب في حاجاتان ليه ما يكونش الرسول برضو عبر عن كلام الله اللي ما بيتكلمش اصلا يعني زي جبريل كده ويقول كرآن بالطريقة طبعا اللي هما بيقولوها خلينا نشوف هالكلام ده فعلا موجود طبعا موجود في دراسة موضعية للحقيقة كتاب دراسة موضعية للحقيقة ولمعت الاعتقاد الواسطية بيقول ايه فالاشعير قالوا ان القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى وهو كلام واحد معنوي زي ما احنا قلنا كديم وكلام واحد وليس بحروف ولا صوت الله ما عنده الصوت فكنا لهم والكلام هذا المفصل بين ايدينا قالوا الكلام هذا اما كلام جبريل اخذ المعنى من الله عز وجل ثم تكلم بهذه العبارات الموجودة فهو تعبير من جبريل واما من محمد صلى الله عليه وسلم يعني الله اخرس مش بيتكلم وما فيش حتى مترجمين وهم كده بيحاولوا يفهموا ربنا عايز يقول ايه وهم اللي بيعبروا عن القرآن وده ليه معنى خطير جدا هنشوفه برضو في الحلقة في كتاب شرح التحويل ابن جبريل بيقول قول هؤلاء الاشعارة ونحوهم انه عبارة بمعنى انه تعبير غير كلام الله كأن الذي عبر به اما جبريل اما محمد او غيرهما فجعلوا كلام الله المعنى وهم عبروا عنه بمنزلة المترجم الذي ينقل الكلام من اللغة الى لغة يعني ايه يعني المشكلة ان المترجم لازم يترجم من لغة اللغة والله ما بيتكلمش ما عندهش سطو حرف هيترجم من لغة اللغة ازاي فين اللغة السؤال دلوقتي فين اللغة ان كان الله اصلا اخرس لا يتكلم خلينا كده نشوف نقطة مهمة في الحلقة النهاردة وهي النقطة الاخيرة اللي هاختم بها الحلقة في صحيح البخاري كتاب التوحيد باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعبرية وغيرها قال ابن حجر بيقول ايه المراد منه كما قال البيهقي فيه دليل على ان اهل الكتاب صدقوا فيما فصروا من كتابهم بالعربية كان ذلك مما انزل اليهم عن طريق التعبير كما انزل وكلام الله واحد لا يختلف باختلاف اللغات فبأي لسان كورئ فهو كلام الله يعني احنا كده يعني اهل كتاب الله جلنا بالتوراة هو طبعا على كلامهم هو تعبير جبريل عن كلام النفسي لالله فبرضو ده هيكون كلام الله وجبريل عبر عنده بالعربية او بالسريارية او بالعربية بعدين نكمل النفس المرجع بيقول وكلام الله واحد لا يختلف باختلاف اللغات اي لغة طبعا والكلام ده ده تجديب للقرآن يعني ابن حجر بيكذب القرآن وبيقول كده لأن القرآن بيقول إيه فإنما يسرناه بلسانك والقرآن برضو بيقول نزل به الروح الأمين بلسان عربي مبين وابن حجر بيأكد تجديب القرآن وبيقول فبأي لسان كري فهو كلام الله يعني الله يقول بلسان عربي مبين وفي وصف القرآن وابن حجر يقول لا لا بأي مش مشكلة أي كلام وبأي لغة هيكون كلام الله وطبعا بيقول الكلام طبعا لأنه بأي لسان كرق فهو كلام الله ده كلام ابن حجر أو الأشعر أو الجامية هنشوف أن ابن حجر بيقول كمان أن البخاري قال أنه القرآن قديم وخلي بالكم الحتة دي نقف عندها شوية لأنه أنتوا تفتكروا أول حلقة احنا تكلمنا وتاني حلقة أو تالت حلقة تكلمنا إزاي أن فيه شيوخ كفرت البخاري والتهمو أو يعني هو يعني كان بيقول برضو أن القرآن قديم ففيه فعلا البخاري نفسه شيوخه كانوا بيكفروا لأنه كان بيقول لفظي بالقرآن قديم وممكن ترجعوا للحلقات دي هنا بقى ابن حجر بيقول أن البخاري قال أن القرآن قديم خلينا نشوف فين صحيح البخاري كتاب توحيد باب قول الله تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذنه له ابن حجر يقول لنا كده قال ابن بطال استدل البخاري بهذا على قول الله قديم لذاته قائم بصفاته ولم يزل موجودا به يعني ابن حجر بيقول أن البخاري بيقول أن القرآن قديم يعني مش بمشيئة الله وكلام نفسي ومعنى واحد والكلام ده طبعا اللي أنا بشرحه على مدار الحلقة النهاردة يعني وإحنا طبعا زي ما قلت لكم شوفنا فيه فعلا شيوخ كفارة البخاري لكن راح الشيخ البراك قال لا البخاري ما قالش كده راح الشيخ البراك علق على كلام البخاري وقال لا ما قالش كده طب يدينا دليل أن البخاري ما قالش كده راح يقول لنا كده إيه في دلوقتي إحنا في حاجة لازم هنقف عندها يا إما ابن حجر كذاب وبيجذب على البخاري يا إما الشيخ البراك برضو هو اللي بيجذب على البخاري ويقول إن البخاري ما قالش كده في واحد منهم هو اللي مش بيقول الحقيقة بس إحنا معنا الدليل وممكن ترجعوا لأول حلقات النقل أو العقل بس الشيخ البراك راح قال إيه وقول ابن بطال استدل البخاري بهذا على أن قول الله قديم تحريف لكلام البخاري عن وجه بل استدل البخاري بالآية على ما سمع الملائكة وفزعوا منه كلام الله وأنه ليس بمخلوق طيب يبقى إحنا زي ما شفنا كده تحريف لكلام البخاري ده يعني هو بيقول لنا إن كده ابن حجر بيحرف كلام البخاري فإنتوا تختاروا مين من العلماء عندكم اللي بيجذب وبعدين الشيخ البراك بيشير إن ابن حجر بيقول إن الكرآن مخلوق وبعدين يقول كده واستدل البخاري بالآية زي ما قلت لكم هو عايز يبرق البخاري إنما سمعوا الملائكة وفزعوا منه كلام الله وكلام الله إنه ليس بمخلوق يبقى ابن حجر زي ما قلت كده انتوا اختاروا هل حرف كده كلام البخاري ابن حجر اللي انتوا بتاخدوا منه شرح البخاري وطبعا دي عقدة البخاري خلينا نروح لشرح الطحوية لابن جبريل جبريل بيقول كده ولا شك أن من قال أن كلام الله معنى واحد قائم بنفسه تعالى وأن المثلو المحفوظ المكتوب المسموع من القارئ حكاية كلام الله وهو مخلوق فقط قال بخلق القرآن وهو لا يشعر اللي هيقول كده معنى كل الكلام اللي أنا بقول ده يعني القرآن مخلوق فإذن الذين يقولون أن كلام الله هو ما يقوم بنفسه وأن هذا القرآن عبارة عن حكاية عنه وليس هو عين كلام الله لا شك أنهم جعلوا هذا القرآن مفترع ومخلوقا وجعلوا الإنسان قادرا أن يأتي بمثله فجعلوه إما من صياغة الملك أو من صياغة محمد وحشاه أن يكون ذلك هنلخص بقى الحلقة بتاعت النهاردة هنلخص الكلام يبقى طالما أن الله مش بيتكلم يعني أخرص وكل كلام عبارة عن معنى واحد والمعنى ده إما بيعبر عنه جبريل أو محمد يعني لو جبريل أو محمد عبروا عن كلام الله يعبروا بكلامهم هم وطبعا كده هم مخلوقين يبقى كلامهم مخلوق يبقى القرآن مخلوق ولو كان كلامهم هيبقى مخلوق طبعا هيكون القرآن مخلوق وده طبعا عقيدة الجهمية وخلينا نروح لشرح العقيدة الواسطية بيقول كده فيها وباقي المرجع قدامكم بيقول فيها كده والقول الثاني قول الجهمية والمعتزلة الذين قالوا إن الله لا يتكلم متى شاء كيف شاء وأن القرآن مخلوق وأن كلام الله عز وجل ليس صفة من صفاته بل هو مخلوق من مخلوقاته وطبعا كل اللي أنا قلته النهاردة بيتعم في مصدقاته الكرآن وطبعا ابن حجر بكده بيقول إن هو جهمي بصريح الهبارة وتابعوني الحلقة الجاية عشان نكمل مع بعض عقيدة ابن حجر في كلام الله والتقي بيكم في الحلقة القادمة لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنتا ترد بعقل أنت ما نقبل بعقله وإذا يرد بعقل وإذا ينكر بعقله يبقى الدين يبقى ولعوبة بين حقوق المسا ترجمة نانسي قنقر